لأنه الآن نشاهد هذه الصور التي نعرضها الآن على الشاشة التي تظهر قصفا كثيفا للغاية على قطاع غزة ويبدو أنه من هذه الصور هذا القصف يستهدف تحديدا مناطق وسط قطاع غزة إذن نشاهد أعمدة الدخان التي تتصاعد تماما في سماء القطاع وسط تكفيف لهذا القصف تحديدا من وسط قطاع غزة وأيضا من المحور الجنوبي شرق خان يونس وأيضا يعني وصولا إلى مناطق ومنازل في رفح أعود مرة أخرى